خسائر مالية فادحة في قطاع النقل البحري لأسباب في مقدمتها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ووفقاً لوكالة بلومبرغ انخفض هدد الصفن المرة هبر البحر الأحمر بحوالي 70% منذ ديسمبر من العام الماضي وأثر ذلك على هائدة هيئة السويس المصرية وأدى إلى تراجع إراداتها بنسبة 23% حيث أدى اتخاذ طرق بديلة للقناة إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية التي سجلت بأعلى مستوى لها منذ نحو 18 شهراً مما يهدد بتأثيرات محتملة واسعة على هدف انخفاض مهدل التضخم بعد رفع التكاليف التشغيلية وأسعار المنتجات مما سيغذي معدلات التضخم ويضطر أصحاب السفن الذين يسافرون بين آسيا وأوروبا إلى اتخاذ طريق أطول حول أفريقيا هرباً من خطر الهجمات الحوثية ووفق مؤشر البلطيق الذي يرصد أسعار الشحن عالمياً بين العديد من الخطوط الرئيسية التي تمر عبر المحيط الهادي والمحيط الأطلسي وعبر قناة السويس فقد ارتفعت أسعار الشحن البحري عالمياً بنحو 235% خلال العام الجاري وبسبب الحرب الدائرة يتخوف أصحاب السفن من استمرار هذه الهجمات التي ستؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد الغالمية خلال الأشهر القادمة كما آلنت مجموعة ميرسك الداني ماركية للشحن أن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة السفن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسعى بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر